وأكو مراجعة تاريخية مهمة لها أثر بالعمق العراقي الآن على رأسه مجلس قيادة الثورة المنحل بالانقلاب العسكري اللي صار عام 1968 إذا أذكرك بهذا التاريخ عن مجلس قيادة الثورة وعملية الانقلاب حتى أدخل على القوانين الخطيرة اللي صارت مجلس قيادة الثورة هو الأصل الانقلاب كان ضباط اثنين أصل الانقلاب كان ضباط اثنين فلما تموا الانقلاب بدأ يطاردهم صدام حسين وانهزموا وبالتالي عدلوا من 68 إلى 70 صحيح الدستور أقصد فهذول الناس هم أساس الانقلاب اللي حصل 1968 عبد الكريم القاسم لا ما عبد الكريم القاسم قريم القاسم بالـ 58 58 العفو نحكي عن انقلاب 68 انقلاب 68 فبدت بعدين شكل منظمة أعتقد اسمها منظمة الظل والبكر هو رئيس جمهورية ولكن الفعلي هو صدام حسين شون تسلق شون وصل من يجي ما قاعدت نعرف شونه هذا الوضعيته هو ليلة تشكيل مجلس قياة الثورة اللي أحمد حسن بكر وعماش وحمادي شهاب وصدام حسين وهذا التكريتي حردان وإلى آخره شلون صارت الفكرة أن يشكلون مجلس يسمى مجلس قياة الثورة هم ما رادوا يظهرون إلى الشعب أنه احنا بعثيين طيب لفترة هم بقوا هم ما أعلنوه ليش لأن 1963 كان عندهم تنظيم اسمه الحرس القومي طيب وهي معلومة مهمة اي الانقلاب اللي سوى عبدالسلام محمد عارف على الصديقة وعفى عنا عبدالكريم قاسم اي اه كان اه يتضمن احمد حسن البكر وياه طيب هو رئيس جمهورية ورئيس بزراء احمد حسن البكر صحيح هذا قومي وهذا بعثي فجماع تأجوا عليه قلونا احنا ضعاف امام عبدالسلام محمد عارف هذا قومية ودول عربية والجيش كله قومي سوى وكذا وإحنا كل شي ماكو وقاله مجرم سنو قام سوى حرس حرس قومي سوى الحرس القومي اتمدد الحرس القومي بحيث يعني الناس هلكت من المنظمة هاي طيب وكانت هنا قطعهم عفوا انحاء نقطة قاف يعني حرس قومي قومي فصار الحرس القومي اقوى من الجيش في العراق لانهم ينتشرون قروبات صح سيطرات مدل شنو كذا ولازمين هاي البندقية المصرية اي وبالتالي خوفون الناس فلما نوصلوا الى مرحلة اجوا العبدالسلام عارفوا قالت شنو صارفة هذول قاعد يقودون البلد الناحية فعليه وأذوا العباد قالوا شنو الحال قبل انت بسطين الاذن هو احنا ننهيهم شنو تنهوهم يمكن اربع اخمسا اللي وصلوا على القوميين والبحثيين صارفة نعم للمحكو صالح طلعوا القوميين بدبابات وطوقوا مقر الحرس القومي في زيونة على حد معلوماتي صحيح فانطوا كذا ذبوا سلاحكم وطلعوا امتهى الحرس القومي في العراق خابروا عبدالسلام عارف قالوا اطلع اخطب بحل الحرس القومي طلع عبدالسلام محمد عارف وأنا اسمعته بإذني وهم شوية حجية كذا قررنا ايه حل الحرس اللا قومي يا يا بب هيج بهذا الخطاب امتهى الحرس القومي وراها شنو صار طلع كتاب هيج الثخنوالة اسمه المنحرفون يا باش لاعبين القصدون بيها البعثين البعثين يا باش لاعبين بالبلد يا باش يمسوين اش مرتكبين من اخطاش عاملين من عماين اشان وكذا ويمكن الكتاب يعني اللي يقدر يبحث عنه يلقاه مو صعب يعني قارئ اشياء كثيرة من عنده اشتراب ما